اخبار الرياضة من قلات الجلد زادة الاكسرونية اهلا بكم بداية توفي عشية اليوم لاعب نادي ملودية سعيدة صوفيا لوكار بعد سكتة قلبية تعرض لها خلال مواجهة فريقه امام جمعية وهران في منافسات قسم الثاني هوات وانتقل الفقد لجوار ربه في عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما بعد ان فشلت طاقم الطبي للفريقين في انعاشه اثر استدامه مع حارس فريقي جمعية وهران ان لله وانا اليه راجعون بعثت الاتحادية الجزيرة كرة القدم ورئيسها شرف الدين عمارة رسالة تعزية ومواسط اذرى وفاة لعب بلودية سعيدة صوفيا لوكار ونشرت الفاف رسالة تعزية التي وجهها عمارة باسمه وباسم عضاء المكتب الفيدرالي لعائلة الفقيد وكل اسرة كرة القدم كما ابدى رئيس والفاف من خلال هذه الرسالة عن تأثره الشديد بهذه الفاجعة الاليمة التي اصابت كرة القدم الجزائرية يذكر ان اللاعب صوفيا لوكار توفي اثر سكتة قلبية خلال مشاركته في مباراة فريقه ملودية سعيدة امام جمعية وهران في اخباري المحترفين قاد الدولي الجزائري صوفيا في غوليا اليوم السبت نديه غالتا ساراي لتحقيق فوز جديد خلال مواجهة انطاليا سبور ضمن الدوري التركي الممتاز وشارك في غولي اساسيا ضمن تشكيلة نديه غالتا ساراي في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة السادسة والاربعين اين سجل هدف السبق لناديه غالتا ساراي بطريقة رائعة وانتهت هذه المواجهة بفوز رفقاء صوفيان فغولي بهدفين نظيفين على حساب نادي انطاليا سبور قاد دولي الجزائري صوفيان بن دبكا اليوم فريقه الفتح السعودي لتحقيق فوز هام على نظره الهلال بثلاثة اهداف لهدفين ضمن فعالية الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز وسجل صوفيان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السبعين بمقصية رائعة كما قدم اللاعب مردودا جيدا خلال المباراة وهو المنتشي بتتويجه بكأس العرب مع الخضر واستدعائه من طرف الناخب الوطني جمال بالماضي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة بالكاميرون دائما مع أخبار المحترفين تلقى الدولي الجزائري يوسف بالليلي عرضا عربيا مغريا آخرها نادي الزمالك المصري والمقدر بـ 2 مليون دولار للموسم الواحد وأجرى الزمالك والمصري اتصالات رسمية مع مدير أعمال بالليلي من أجل انتدابه إلى الفريق وعرض عليه مبلغ 2 مليون دولار للموسم غير أن العرض قبل بالرفض في ظل تمسك اللاعب الوجهة الأوروبية وأكد موقع كرة في العارضة أن تحرك النادي الزمالك جاء من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب وفي نفس الوقت قطع الطريق على الأهل المصرية بتقديم عرض مالي أعلى لرفع سعر اللاعب وارتبط اسم يوسف بالليلي في الأيام الأخيرة بنادي مارسيليا غير أن تقارير إعلامية حكمت على هذه الوجهة بالفشل بهذا الخبر مشاهدين نصل وإياكم إلى ختم هذه النشرة الرياضية نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر